وأنا أول اتصال معنا الأستاذ حسن من الغربية أستاذ حسن السلام عليكم ورحمة الله بركاته أستاذي صادرتك يا دكتور عندي موضوعين بس الأهم موضوع يخص والدي طيب تفضل إن شاء الله أنا والدي عنده 86-80 سنة الله أكبر مشاء الله شبي يعني الله يبركتك متزوج من أمرأة غير أمي الله يرحمها طيب يعلم ربنا مش هحرس يعلم ربنا عاملة في عيبة لها 23 سنة وانا ابن الوحيد طيب اللي من دول السؤال بقى هنا أعمل ايه طيب كتب لها كل حاجة في البيت ومتخلع لها أنني زي الشعر من العجنة زي ما يقولوا طيب أقول لحظيك دي أول حاجة الحاجة التانية الحاجة التانية خاصة بزوقتي ما بتعيش سنعي خمستاشر يوم على بعض خمستاشر يوم خالص وتغضب وبتحاربني بنعمة ربنا اعطها لها اللي هي اللي هي العلاقة الخاصة يعني بتحاربني طيب 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 حضرتك انت دلوقتي بتكلم على موضوعين دولة خلينا أكلم حضرتك احنا ممكن نعمل خط يعني خط ناظم ما بين حاجتين لأننا دايما ما بخليش الفتاوى بتاعتي من فكرة النصح اللي بيسألني لأن احنا هنا في البرنامج منتبنيين فكرة ان الدين يتحول كمان إلى فكرة الأخلاق مش فكرة الأحكام بس اللي كل واحد فينا بيقف للتاني وخاصة اللي كان اللي هيقف له ده وتأبويا فكرة ان احنا نقف لبعض على الوحدة نفهم ان بما ان والدك ليه زمة مالية مستقلة وبما ان والدك كامل للأهلية وهو مش محجور عليه هو من حقه ان هو يتصرف كما يشاء من حقه ان هو يتصرف في ماله كيف ما يشاء وهو ده ماله يعني انت ابنك اللي انت محروم منه دلوقتي من زوجتك لو انك انت ميزته اعطيتله فلوس انت حد هيجي يقولك انت اديته فلوس له ولا لا طيب هو لما يتصرف في ماله ليه طيب يتصرف في ماله لانه كامل للأهلية مش محجور عليه ومش من حق حد ان هو يمنعه ان هو يتصرف في ماله يعني هو لما يدي المال ده ليه زوجته هو من حق ان هو يتصرف في ده لكن هو دلوقتي انت بتقوله هو اديه الفلوس وطلعني انا زي الشعر من العجين ومين قالك ان انت مفروض كنت وانت بتمشي في حياتك وانت بتزكي نفسك لازم يبقى عينك على فلوس والدك او انك تبني حياتك او تخططها على فلوس والدك ابدا احنا بنبني حياتنا على ان احنا مستقلين كل واحد بيكتسب وامواله دي هي هو اللي بيعيش عليها وهو اللي بيسعى بيها لكن ما فيش حد قالك ابدا ان في الشرع ان انت تأسس حياتك على مال والدك لا انت بتأسس حياتك على كسبك انت اما والدك فتصرف في ماله كيفما شاء وتصرف في ماله تصرف صحيح ماله وتصرف فيه زي ما هو عايز كونك انت بقى عايز تخلي تصرفه ده فيه ظلم وانت خايف عليه ان هو يموت وهو ظلمك لا هو ما ظلمكش هو تصرف في ماله زي ما هو بتصرف في ماله بما اتاحه له الشرع لانه كامل الاهلية الحاجة التانية مدام هو تصرف في ده وربنا مش هيحاسبه مدام تصرف في ماله ده بغير اسراف وبغير مخيلة وبغير اضاعة للمال بس الحاجة اللي بعد كده انت بتقول حضرتك ان انت عندك زوجتك وزوجتك مش قاعدة معاك وغضانة واخد ابنها وكمان منعاك من ابنها ده من منعاك من ابنكم اللي هو ولد على اربع بنات انت لازم تشوف ايه السبب المسألة انا في المشاكل الزوجية وخاصة في المشاكل اللي بيدخل فيها لأولاد طرف انا مقدرش اسمع من طرف واحد بس انا لازم اسمع من الطرفين انت لو عايزنا اوجه لها كلام اوجه لها كلام يتعلق بمسألة العامة لكن انت لو عايز تصلح المسألة يبقى لازم تجلنا على مركز الاشياد الزواجي بدر الافتاء المصري وخاصة كمان احنا دلوقتي لو حداك في محافظة قريبة من مطروح كمان بقى فيه مكان ممكن تروحه كمان في مطروح انا عايز بس اقول لحضرتك حاجة انت محتاجة تدير علاقاتك مع الناس لان من الملاحظ انت بسبب علاقتك مع والدك راح مدي فلوسه كلها لزوجته وبسبب علاقتك مع مراتك مراتك مبتعودش معاك 15 يوم انت محتاجة تراجع عن نفسك ومحتاجة تعمل قوله وتعالى بل للانسان وعلى نفسه بصير انا مش بقولك ان انت غلطان لكن بقولك ان انت محتاجة تراجع علاقاتك لان انا مقدرش احكم عليك ان انت غلطان او انت اسأتي للطرفين لوالدك والزوجتك مقدرش اقولك كده الا اذا انا قعدت معاك لكن اللي انا ممكن انصحك به ان انت تعيد تقييم علاقتك مرة تانية بولدك وبزوجتك وده هيخرجك من نغمة المظلومية اللي انا سمعها في من نغمة المظلومية اللي انا سمعها في صوتك ممكن اكمل معاك كمان يا سيد حسن تفضل يا سيد حسن اتفضل انا سمعك تفضل الله يخليك المشكلة بالنسبة للوالدي ان والدي انا حاس اقول لك اتدت لي الكلام دوت اختي كبيرة ان الست دي منع ابوية عندنا خالص دي بالنسبة للواقع تابوية فاني عايز حضرتك اجل حضرتك او قاعد مع حضرتك فيه طيب تعالي لنظر الافت لكن حجاية حجاية والد هي منع والدك ولا مش منع والدك انت برضو انا مش عايز ادخل حضرتك معلش انه عاسف بشغل انت فاهم الحاريم بيعملوا ايه الحاجات دي حتى لو انت مع الرجالة معلش يعني ما حابش مستوى المتعملية لكن هو دلوقتي هي دلوقتي عملت يا شدي دي شيء من الكاد طيب وانت فين مع ابوك انت مفروض اطلع له نكرسني طيب خليني بس اقولك ان المسألة برضو ما زالت مصر على ان احنا ممكن ندير العلاقة حتى لو بيكرشك ايه اللي حاصل وصاحبه ما في الدنيا معروفة لازم تصاحبه بالمعروف فلازم نفهم كده كويس او او حتى لو اختك الكبيرة بتقولك ان زوجته دي بتمنعه عنكم انت ما زلت لازم تحسن اليه لانه ابوك هو مش ابوك عشان هو مصدر الفلوس هو والدك لان هو والدك هو السبب في وجودك فانت لازم تحسن اليه ترجمة نانسي قنقر